احسن 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعمد ونستعين ونستغفر ونعذ بالله من شروض أخوصنا ونسيادة أعمالنا من ياته الله فلا مرضينا لهم ونظر فلا هادره واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد نريد أن نتداكر فيما بيننا نعرفه 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 سائل وقال لك هل أنت مسلم بماذا تجيه نعرفه 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 ما هو الإسلام نعرفه 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 لحسوله نعرفه نعلم نعرفه نعرفه Do you know the meaning of la ilaha illallah? مَن يعمل Who knows? مَا مَعْنَا لا إِلَ conj entscheتّنَ lo ما شيئا يخبر الإله إلا الله؟ لا شخص يخبر الإله إلا الله نعم سألع ما مأعنى، لا إله إلا الله؟ ما شرطة لإله إلا الله؟ لا شخص يشكل الله لن يكون مشكلة بك نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني كل معبود هو إله الذي عبد الشمس عبد الله عبد القمر عبد الله لا خطأ هذا باطل ليس بخطأ because if we say that the meaning of لا إله إلا الله is there is no God but Allah then anything which is worshipped becomes a God and therefore it becomes Allah because the meaning of God is something who is worshipped or something which is worshipped نعم 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 تمام هذا هو أقول أنت الإجابة هذه الإجابة هي الصحيحة لماذا؟ so what the brother said this is right there is no God worthy of worship except Allah why is this correct لأننا لابد أن نفرد الله بالعبادة سبحانه وتعالى ولا نعبد إلا الله ونقول نحن نكفر وكل من عبد غير الله فعبادته باطية والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى نعم because the point behind saying لا إله إلا الله is that we have to worship Allah alone and we don't believe in any other God who is worthy of worship so we say that there is no other God worthy of worship except Allah that's the meaning of لا إله إلا الله نعم إذا ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله so what is the meaning of شهادة لا إله إلا الله من يعرف who knows سبحانه الله الآن قلنا we've just said it now the meaning of لا إله إلا الله so who can repeat the meaning of لا إله إلا الله نعم there is no God worthy of worship except Allah ما معنى شهادة أن محمدًا عبده ورسول what is the meaning of أشهد أن محمدًا عبده ورسول what does this mean ما معنى شهادة أن محمدًا عبده ورسول so what is the meaning of أشهد أن محمدًا عبده ورسول ماذا نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام and also what do we know about our Prophet صلى الله عليه وسلم what do we know about him ماذا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم what do we know about our Prophet نعم كان خاتم النبي خاتم الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام مغير ماذا نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام he said that the Prophet صلى الله عليه وسلم our Prophet he was the last and final Prophet and Messenger what else do we know about the Prophet أنه عليه الصلاة والسلام رسول هذه الأمة so firstly he is the messenger of our Ummah وأنه عليه الصلاة والسلام بشر and also that he was a human being the Prophet he was a human being he was a man وهو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام and also that he used to worship Allah طيب ماذا نقول في عيسى عليه الصلاة والسلام okay what do we say or what do we believe regarding عيسى who they call Jesus what do we believe about him as a Muslim عليه الصلاة والسلام may peace be upon me نعم ماذا نقول في عيسى عليه الصلاة والسلام what do we believe regarding him ماذا يقول أهل الإسلام في عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام so the question is what do we as Muslims the people of Islam what do we say and believe regarding Prophet Jesus عيسى عليه الصلاة والسلام نعم نحب عيسى عليه الصلاة والسلام ولابد and also we as Muslims we have to love عيسى may peace be upon him نعم وهو من أخوان النبي عليه الصلاة والسلام أخوة إيمانية and also Prophet عيسى عليه الصلاة والسلام may peace be upon him he was from he was the brother of the other prophets وعيسى عليه الصلاة والسلام بشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم and also Prophet عيسى عليه الصلاة والسلام he prophesized or he told the people about the coming of محمد صلى الله عليه وسلم نعم طير ما هي أركان الإسلام and who knows the pillars of Islam the five pillars of Islam who knows them so the rest of you don't know whoever is not putting his hands up doesn't know the five pillars of Islam أركان الإسلام سبحان الله نعم ق Datة طير أسلط طير صلى الله طير طير وصيام في رمضان صمت في رمضان طيب الركن الثاني إقام الصلاة so the second pillar of Islam is establishing the prayer أي صلاة which prayer أي صلاة من أركان الإسلام التي يجب علينا أداة so what are the obligatory prayers that we have to pray as Muslims الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني كم صلاة how many prayers خمس صلاة five prayers طيب من يذكر لي عدد الركعات للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء who can mention the number of raka'at the number of units in all of the prayers like in فجر pray how many units in ظهر how many units نعم نعم أنت الفجر has two raka'at الفجر ركعتين two has four raka'at والظهر أربع raka'at أفر has four raka'at والعصر أربع raka'at المغرب has three raka'at والمغرب ثلاث ركعة أربع raka'at تمام good excellent طيب هل يجب على الصغير أن يصلي أو لا a young muslim does he have to pray or does he not have to pray من يعني نصلي أو لا نصلي do we pray or not يجب على الصغير أن يصلي أو لا when he prays يصلي so even before seven years old we still have to pray نعم إذن طالما أنه مسلم يصلي so any muslim doesn't matter what age you are any muslim should be praying طيب when it comes to fasting does a young muslim also have to fast إذا جأت رمضان هل نصوم أو لا so when Ramadan comes do we fast or not نعم نعم نصوم الحمد لله yes we should fast نريد أن نتربى ونتعود على come say that say on this side لا لا بس خلي خليهم نياتي نريد لابد أن نتعود ونتربى على العبادات so the reason why we have to pray and fast even when we're young is to train ourselves on all of these worships هل المسلم يسوف بالكافر is a muslim allowed to insult or to swear to a non-muslim نعم لا المسلم لا يسوف so a muslim doesn't insult a muslim never swears a muslim hasan a muslim always has to have good manners so a muslim shouldn't be swearing to anybody insulting anybody but just because we don't swear to non-muslims does that mean that we have to be like the non-muslims like you we don't have to have to be